بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عزيزي المشاهد الكلام اللي هلقوله النهاردة مش هتلاقي اي حد تاني بقولهو لك. غير حد عارف ودارس صح. عزيزي المشاهد عندك فراخ ساردة. والفراخ بتاعت حضرتك مش شادية تكبر. وانت مستغرب. هو انا ليه? ده انا جبت من الرجل ده قبل كده مرة فراخ كان كويسة. ومرة تاني مش كان كويسة. واحد تاني. ده انا كنت بجيب من واحد غيره كان كويس. واحد تالت. يقول لك ده انا جبت فراخ من واحد ما كانتش كويسة خالص. وكانت صغيرة جدا. روح تغيرت مصدر الفراخ وجبت من حد غيره برضو طلقت صغيرة. هو في ايه? هو المكان عندي ممكن يبقى فيه فيروس. بخلي الفراخ تبقى صغيرة? اه ممكن تبقى فيه فيروس يخلي الفراخ تبقى صغيرة. انا بغي النهاردة جاي فاهمك واعلمك وخليك تاخد بلك من نقطة مهمة جدا. سواء انت صاحب عنبر كبير. او سواء انت بتربي مية فرخة على قدك. لازم نوعي الناس. وانا غرضي من انا اعمل قناة على اليوتيوب. ان اوعيك وفهمك تربية الفراخ الصحة ايه? فياريت بقى تدعمني باللايك جميل. تنزل تحت الفيديو. تشترك معاه في القناة. هتلاقي كلمة شتراك بالله احمر. اضغط عليها. الفراخ الساردة جماعة ليها كزا سبب. ركز معايا كده واحدة واحدة. اولا لو درجة الحرارة قليلة جدا عند الفراخ. وفراخ حضرتك لما على بعضها فالما من على بعض ده بيكسح فراخ. ويخلي فيه فراخ ساردة وممكن يخلي كل الفراخ ساردة. دي اول نقطة. زبط درجة حرارتك بحيث الفراخ ما تلمش على بعض. ممنوع تلم على بعض. توحد يقول لي طب لو الحرارة عالية قوي هتلاقي الفراخ برضو متكوم على الحراف. وبرضو متكومين في وبعد على الحراف. فبرضو غلط. زبط درجة الحرارة بحيث تلاقي انتشار جميل زي اللي انت شايفه ده. والحرارة تزبط من عمر يوم مهمة جدا. طيب تاني نقطة معانا وهي الكاتكوت. هو ازاي بيجي الكاتكوت عنده تقزم. كاتكوت كزم. هو انا ممكن اجيب من كاتكوت اليوم كلهم اجزام. اه ممكن. طب ازاي بقى? في حاليا وحاليا في الفترة ديت في فيروس اسمه مجموعة الفيروسات دي جماعة بتعمل حاجة اسمها تقزم. بتقلل الوزن. طيب انا اخلي بال ازاي? تخلي بالك انك عمر سبعة ايام توزن فراخك يبقى متوسط وزن الفراخ مية وسبعين جرام. عمر خمستاشر يوم متوسط وزن الفراخ من ربعمية وخمسين جرام لنص كيلو. عمر عشرين يوم يبقى متوسط وزن الفراخ تسعمية جرام او تسعمية وخمسين جرام. لو في الايام دي الموازين مش مزبوطة. لو قليلة خمسين جرام مية جرام سهلة. لكن ما تجيش على خمستاشر يوم. الفرخ مفروض يبقى نص كيلو او ربعمية وخمسين. لقيته تلتمية. لما لقيته تلتمية تعرف ان الفراخ ده هتبقى ساردة وهتبقى قزمة. وترجع جاري على الراجل اللي جبتوا منك كتاكيت ايه ده? اللي انت مدهول ده? وخصوصا ان الفيروسات اللي بتعمل بتشتغل من اليوم الخمستاشر لليوم العشرين. فنركز في الفترة ديت ونوزن فراخنا كويس جدا. علشان لو فيه مشكلة نلحقها في البادري. ونرحق نروح للراجل اللي جبنا منه كتاكيت. ونتعامل معاه. ونتوصل معاه الحل. بحيس ممكن يعوضك يجيب لك كتاكيت غيرها او اي ان كان. طيب. طب انا يا دكتور محمد انا اتدبست. انا خلاص جبتي فراخ وانا مش كويس زي ما حضرك بتقول. واتدبست في الفراخ دي. طب في سؤال يا دكتور محمد. هو انا ممكن يكون جبتي دورة فراخ قبل كده كان عندها تقزم. وبعتها وخلاص ونضفت المكان وغيرت الراجل او غيرت الشركة وجبت من الشركة تانية. وبرده عندي نفس المشكلة اللي هي مشكلة التقزم. يبقى المشكلة فين? المشكلة في حاجتين. ان الكالكوز التاني مناعة ضعيفة. والمشكلة التانية ان الفيروس زي ما مش بيتطهر. لان مهما اقصر في المكان عندي وطهر وكلور ويود وفارك ونقس مش بيتطهر. طب ايه اللي بيتطهره? الفيروس زي ما فيش حاجة بتطهره جماعة عشان هو بقى واضحين كده. ودي المشكلة. طب انا اتغلب عليه زي? ان اتجيب كاتكوت من شركة محترمة جدا. كاتكوت مناعته عالية. يقدر يتغلب على الفرق. طب هو الفيروسات دي لها تحصين. ما لهاش تحصين في فراخ التسمين. فهمنا كده المشاكل بتروح فينه بتجي منين? وست بيت ده بترم بفراخته وقول لي يا دكتور انا عندي مشكلة ان الفراخ بتاعت صغيرة. وانا واقعت زي ما انت قلت كده بالزبط ونفس اللي قلت بالزبط حصل معايا. اتصرف ازاي? اول تصرف تاخده انك تتعلم بعد كده انك توزن فراخك عمره سبعة ايام. توزن فراخك عمره خمس عشر يوم. توزن فراخك عمره عشرين يوم. وتركز في الفترات دي وتوزن بالزبط. طيب الحاجة اللي بعد كده احطي بقى للفراخ. رافع مناعة كويس جدا. تمن ساعات. والتمن ساعات التانين. هنزل لهم بقى ايه? اه ممكن بقى انزل حاجة برو بيوتك. ممكن انزل حاجة مثلا ايه? اه بالنسبة للستات البيوت وكده. ممكن ننزل حاجة اسمها بنش. ناس كدير عارفة. اه طيب ده تمن ساعات بنش. تمن ساعات رافع مناعة. ممكن تمن ساعات بقى احط ايه بقى? احط برو بيوتك زي ما قلت لك. احط مضاد سموم. احط غسيل كلاوي وهكذا. افضل ماشي كده لمدة خمس ايام او ست ايام. وبعدين استنى يومين ما هي بيضة تلاتة ايام ما هي بيضة واستغل تاني رافع مناعة مرة تانية. حصل برضو مشكلة والمشكلة مش هتتحل. فاغلب ان المشكلة ده مش هتتحل. عشان واحد يقول لك تب اسيب فراخ خمسين يوم برضو هتفضل زي ما هي. يبقى كده الفيروس تغلب من معظم الفراخ. واحيانا الناس كتير تواجهة مشكلة هتلاقي ايه? يعني كمية وليلة من الفجاعة. انا واحد جاي بمية فرخ يلاقي خمس فرخات او عشر فرخات هم العليين فدي سهلة. واحد تاني جاب مية يلاقي خمسين وخمسين. عامة استنت لحد السبعة وتلاتين يوم وما فيش اوزان. فعامة ان الصغير هيبدل صغير مش هيكبر اكتر من كده. وصلت معنا الموضوع. اتمنى بقى انك تخلي بالك. والنصاحة دي تعمل بها. والفيديو ده انا تعبت جدا. عشان اوصل لكم كم المعلومات الجميل ده. يعني واقول لكم المعلومات بالبساطة والاسلوب البسيط ان اي حد يفهمه. فاتمنى من كل قلب التوفيق لكل الناس. واتمنى بقى انك تعمل لايك وتستمع عشر سوان الجايين دول. انا اعمل لك عارض معارض المتابعة. بتابع في دورة الفراخ بتاعتك من عمر يوم لحد البيع. وده بيكون بمقابل مادي بسيط. بكلمك في التلفونة وانت بتكلمني. هنعمل ليها دكتور بكرة. هنعمل ليها دكتور بعده. انا جدا سواء انت جوة مصر او برا مصر. اتمنى لكل ناس التوفيق يا جماعة. ولو حابين تشتركوا معي في عرض المتابعة. بعدر ساعة رقم الوصل لزهرة قدامك على الشاشة. ولا يا دكتور محمد انا عايز اشترك معك في عرض المتابعة. اتمنى بقى لجميع الناس التوفيق. وارد تستنى بقى الفيديو الجاي. لان الفيديو الجاي. هقول لكم ازاي من عمر يومني ربي كتكيت لحد البيع. في فيديو واحد. فلو عاوز تسمع الفيديو ده تحت الفيديو هتلاقي كلمة اشتراك باللون الاحمر. اضغط عليها واضغط طيبة من قلبك وهم من كل ده. ما ننساش نصلى على الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.